مرحبا بكم في قناة دي دو سمدي السلام عليكم مرحبا بكم في قناة دي دو سمدي هذا اليوم ان شاء الله سوف نتحدث له احد الموضوع اللي في حقه مهم مهم جزاك بتربية الانانب وهو طريقة اقتصادية لسمين الانانب بوسطة الدراء يقول لي الدراء كتكون غليظة على الانانب ممكنش يكلوها وكتكون عاصية فعلا هاد النقطة ممكن ان شعلم واحد يقول لي في كومنتر بعدها اما الى جينا نشوفوا الموضوع ديال هاد النهار كينا واحد النوع ديال الدراء اللي ديراء بحل هاد الشكل ثمان اعطيكم الاتمين ثمن ديالها بش حركة اقتقام يعني هي كتجي من الاول شو كيفاش ديراء كتجي من برشة شوفو هنا هي كيفاش طاحنينها هي هي مهكك ماشي كتجي بنتها وطحنة اللي كتجي هكا مبرشة هاد تبرشيش هاتا ممكن ان الصغار يخدم لهم يعني الصغار ديال الارانب والكبار كانت عندكم يعني ارانب يعني بعض الفيطة مباشرة ممكن انكم تغربلوا هاد الغبرة ديالها بحل هكا هاد الغبرة ديالها هادي كيولي بحل سميدة هاد ممكن تعطيوها للصغار ديال الارانب اما الكبار ممكن انكم تعطيوها تعطيوهم هاد الغبرة بحلقة رغم كيموتوا عليها رغم كيفتعجبهم الغبرة بزاف الدراج كتدير في جسم الارنب اولا تصميم طريقة يعني شي حاجات لي يعني طريقة مجربة مئة بالمئة يعني الغبرة الحم ديالهم كيولي اه حلو يعني شحال موحب جرب هاد القادية لان الغبرة بالطبيعة ديالها كتكون الماداق ديالها حلو قادية ديال واش غد يضرهم الدورة ميمكنش تضرها قاعدة بغيتو يعني بغيتو تقتاص دوكتر ممكن انكم تخلطوها مع شوية ديالنخالة اما اللي عندو الامكانيات وبغى يكتاصد انا انا اعطيكم الاسمينة ديالن هاد الخنشة هادي فيها هانتوما هاها يمكسوبة فيها 40 كيلو الماركة ديالن اراني كنشريها يعني هاد الماركة هادي بالضبط اسميتها الماركة ديال الفلاح هادي يعني شركة متوق منها اه ثمن ديالها 120 دنم 120 دنم فيها 40 كيلو تقريبا كطيح تقريبا جوج درهم ونص للكيلو يعني الناس اللي كيمشي وشريوا بالقردية اه كننصحهم يشريوا خنشة يعني بحال هاد الشكل هادا انتوما كطيح ارخاص يعني بش كيلو يتاح لك جوج درهم ونص كيلو رغادي يكلو فيه مزيان يعني ممكن انه غي اه ضدها كمثلا هادا عكس سيكاريم سيكاريم راكتدروا فيه نقولو اه مئات قرام في الوجبة اما الدورة رايدان راحتوا غاد تعطيها الارنيب ديالكم تحسوا بهم يعني مقهومين كي يكلو وكي كي شبعوك تحسوا بهم راه شبعانين يعني بالنسبة ديرو جوج ووجابات يعني ممكن هادا هادا اه يعني بالعبار ممكن انه اه طاص ديالدانون اه عفو بدون ذكر اسماء طاص ديالياغورتش ممكن انك ما تعمرش تكلو يعني اللي عنده قاطع اه ودير جوج ووجبات يعني عنده قاطع ديال 4 نتوات 5 نتوات اه اه ممكن ان هادا الخنشات تضربلو واحد نقولو شهرين ونص ارى ها مخيرة يعني ارى خمسين جرام ممكن انها تكون كافية للوجبة يعني ماشي ميات جرام كيما كان ديرو السيكانين السيكانين خاص يعني كيت تعطى بوحد طريقة يعني هو غالي اصلا غالي بالثمن اما بالنسبة للتسمين اللي بغين على حسب التسمين سيكانين كييت تعطى على حسب خصوبة يعني الناس اللي عنده اه الامهات كين استكالين ديال الحليم كين استكالين ديال ديال تسمين كين استكالين مختلف اما الناس اللي بغيتوشي حاجة يعني بلدية عندكم شي حاجة بلدية وبغيتو تعطيوهم سكا يعني علف ديال التسمين اليكم هادا هادا الخنشة هادا مجربة 40 كيلو 120 درهم ممكن تضرب لكم نقولوا واحد تلت شهر إلا تمشيتوا بالوجبة يعني إني بالقواعد ممكن تديركم شهرين ونص شهرين ونصرها مزيانة يعني ممكن 50 درهم من الشهر ولا 60 درهم من الشهر يا غالية تكون 50 درهم من الشهر شهر كامل ربعة السيمانات وال50 درهم رها مزيانة ولكن رغم كي يكلون زيان كي يديروا للحم يعني الدورة رها معروفة كتدير للحم ما كتدرش قضية دير الكوكسيديا المسائد دير الأمراض الهضمية ما كيناش يعني هذه خدوها عند واحد مجرب ورها معروفة الدورة رها حاجة مزيانة يعني حاجة طبيعية وتهت الشركات هدول ما كي خلطوا معها بتشي حاجة رها كينغي الدورة فقط يعني رها خدمة مئة بالمئة شيرو خنشة ديال 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 دورة هكا حسن ما تقول شيرو بالكيلو ولا تشيرو بالقردية شيرو خنشة وتهنو تهنو ترنسبور باش مقاوكو الخطراء رسالة العرف نمشي نجيب العلف سراء عرف نمشي نجيب العلف شيرو خنشة بحال هكا فيه 40 كيلو الناس لي عندهم إمكانيات ممكن أنكم شيرو جوج خناشي قاع جوج خناشي صافرة غدي غدي ضربكم واحد المودة غدي تهنو قاع من العرف إذن الحلقة ديالنا هي هذه الناس لي ما زال ما شاركوش معنا يشاركو معنا قانا سغادية بالدعب ديالكم ونشكركم على التعاليق طيبة ديالكم تكيو على زر جام ما تنسونا زر جام وتكيو على زر الجرس كيصير لكم الجديد يلي إن شاء الله إلى اللقاء في الحلقة المقبلة اشتركوا في القناة